السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي سوف نتحدثها مرة أخرى لحديث عن مشكلة الاستفاع الأسعار في المغرب كما كنا توقعوا أن هذا غلاء الأسعار لا توقف فقط في شهر رمضان شخصيا تحدث عدة مرات وشرح لكم أن هذا غلاء الأسعار سيكون في رمضان هذا أمر طبيعي لكن كل مسؤولين قبل شهر رمضان يحاولون يطمئن الشعر المغربي بأنه كل شيء تحت المراقبات والسيطارة وأنه لا يكون شيء ارتفاع الأسعار في رمضان لكن الناس في الأيام الأولى من رمضان اكتشفوا بأن هذا الكلام ليس له علاقة بالواقع وأن الأسعار مرتفعة مثلا البصلة 15 درهم ربيض درهم وناص الأفوكة 50 درهم مثلا 10 درهم 10 درهم وهذا الشيء يشوية من الأحواج التي هضرنا عليها وهذه هي على المكلة ما هضرنا على الكرام ما هضرنا على الدوم ما هضرنا على الدرائم ما هضرنا على بزاف بتاع الأحواج التي تخطفها على عائلات المغربية كما قلت بزاف هذه الناس كانوا تظنوا أنه ربما عندهم توقع أنه سيكون غلاء لكن ما في ذلك الحيلة لأن هذا الشعر غلاء كما قلت لكم اليون مرة الحكومة يمسؤل عليها الحكومة يمسؤل عليها خصوصا مع المتارة القطاع الفلاحي يعني كثير من الدول التي تتذكرون في السنة الماضية كثير من الدول من جهة الحرب الأوكرانية الروسية وارتفعوا الأسعار وكثير من الحواج التي تردت في العالم كثير من الدول يحبسون الصادرات أو نقصون الصادرات يعني قالوا أنه يصدروا 8% من الإنتاج ونصدرنا 60% بالشعب ومن بين الدول كنت أخبرت فيديو وقالت لكم هي الهند أعلم الهند كثير من الحواج التي لم أصدرتها لماذا؟ لأنها لديها الشعب يريد أن تشعب نحن لا إذا صدرنا فهي مصلحة الدولة لأننا سوف ندخل منها عملة صعبة أمر مواطن العادي يجعله يشريب ونصدرنا 30% هذه الأولى ثانيا أعلم أن المنتج المغربي المنتج المغربي المنتج المغربي من الطماطم ستغزل السوق الأوروبية يعني مثلا إسبانيا التي هي تأتي منتجة لهذه المادة ستجدها صعوبة في الأسواق مقارنة مع المنتج المغربي ليس لأن المنتج المغربي حصل من المنتج الإسباني لا لكن لكمية من المنتج المغربي التي تغزو يعني أوروبا هو المشكل فكان من الأجدار على الحكومة المغربية أنها على الأقل في هذا الدور في هذا العالم أنها تنقص من تصدر مثلا هذا الانتج الفلاحي لكن هذا الأمر مستحيل لأنها يعني هدر اسمالية بغاء الفلوس يعني المداخل خمسة لمليات الدولار ودخلها من إنتاج من تصدر يعني الطماطين ما شيء يدخلات تتبيعة في السوق بعض العناليين أو عشاناليين أو درهم لكل المواطن المغربي وهذا أمر يعني أن تتحملوا المسؤولين المغاربة الآن ندوز واحدة الكلمة غريبة سمعتها على لسان الناتق الرسمي بزء من الحكومة حيث قال أنه تعرف بأن هناك الارتفاع والأسعار تعرف بأن الدولة دارت إجراءات لكن هذه الإجراءات مانجحوش ويحمل مسؤولية من المضاربين ويقول تطلب الشعب المغربي أنه بهادة كلمة إلا تعرف أي مضارب قلها ونحن نتخذ إجراءات بخصوص هذا المضارب وما هذا؟ يعني كلام خاتم مسؤول حكومي يعني ناتي قسمي باسم الحكومة يطلب الشعب بأن يجعل خدمة المخزن أو خدمة السلطة القضائية وهي يجب أن يكون تعاون بين المؤسسات الحكومية على أن إذا كان هناك مضاربات وعرفت أن كان هناك مضاربات يجب أن وزارة الداخلية يجب أن تعقب المضاربين هذا لا يجب أن تقول الشعب إذا لم تتعرفوا أحد يقول لنا ونحن نتخذ الإجراءات فنحن لا يمكن كمواطنين يجب أن يجعل خدماتكم يعني كان هناك الكثير من يشكي يقولون مثلا يبيع ولكن هؤلاء 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 السيطح هؤلاء تقعوا لك مثلا أنا هؤلاء المنادي فلاح اصدق هؤلاء هي وقوة تاجر بساطة أسي تزار أصدق هؤلاء تبيع الليمون انه يقول لك انشيت الضيعة و تشري الليمون في الشجراء تشري الليمون في الشجراء و باقي الليمون في شجراء و باقي قامت تقتع و مر الضيعة تطلب واحد امان فهذا ثاني فيها الحكومة فضل الامر يعني فين هو الموضار فين هو الواسيط هنا يبقى يتعب بالاسعار و هو التاج يتعب على سوق الجملة يقول لك ان شاء الله ضيعة و شراء مباشرة من عند امور ضيعة امور الكساب او 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 فهنا ثاني سؤال اخر تطرح فين هو الواسيط و اش هاد الواسيط او هاد المضارب هي يرشم معه تنحطوها بشجموع لها الفشل دينا كم سؤولين ام راب الصح كين المضاربين و رأخ السلطة المغربية يلقى هاد المضاربين ماش المواطن يلقى هاد المضاربين لانه باش القول المضاربين يجب تكون واحد الجهة حكومية هذه الحكومية ما يخصص مشي سوق الجملة ما يخصص مشي السوق المحلي يعني سوق مثلا في كازار محلي في الاحياء الشعبية لا يخصص مشي الضيعة هالنجانات المراقبة يخصص مشي الضيعة تشوف شكل يتشري ماذا يشري التاجر يبا يعود الديها لسوق الجملة و يبيعه او يشريها يعني رجل مشقارة و تبس عليه و بعد عاد يبيعه يعني التاجر بسوق الجملة عاد يشريها يعني الخدار العادي عاد يبيعه يعني المستهلك يعني شكل يتشري اوكي من الحويج أخرى أننا سوف نحفو فين رغا تمشي هاد السلعة و هي هي للمدن الكبرى و هي هي للمدن الصغرى و هي الكفرات يعني القدرة الشائية في هذه المدن مقارنة مع هذه المدن يعني بزرعة نحفوك هاد الثامنوع السلعة و هي كان هناك مراقبة و هي أي واحد يبيع بأي ثامن يعني مثلا واحد ضيعة كفرن متى مثلا ماذا نلعط لها تطلب ماراتها مثلا خمسة درام واحد ممارة داعف مثلا فيها قادر تتطبر بعض الدرام علش هاد الفرق يعني خاص الدولة يقدر مراقبة ليس للسوق العادي للسوق في الأحياء الشعبية لهذا الخدار العادي البسيط المسكين منه مباشرة للمواطن مباشرة من المواطن لا انا قد تشير الكبار يعني الكبار وشكين لوبي ونحن نخبر وشكين الناس عاديين وشكين أصحاب الضيعات وش 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 وتكون مراقبة وتكساها يعني تنفذ القوانين هذا الشركة إذا كان هذا يصبح مضضعة تضرب أو تحتكر أو تزيد على الناس أخصان عاقب ليس للموت الجملة أنا ليس لنقول أن التاجر الجملة لا تحسب ليس لنقول أنه أخصدك شيء من الأفوق نحن دائما نبدأ من الأفوق لأننا دائما فينا يعني مشكلة على الحقورة أن أنت نشأل أقل واحد تنشأل هذا الخضار الذي يسوق مثلا في واحد جلحي لماذا تبيع الخضارة مثلا بارفرانك أو بحشات درام لا رقصة نشأل هذا الكبير هذا الذي يبيع للناس الذي يبيع تجارات الجملة ومبع تجارات الجملة يبيع للخن هذا هو رقصة نشأل السلطة الحكومية أو السلطة المسؤولية في المغرب تديروا هذا شيء تعرفوا هذا شيء تعرفوا قال الناس تعرفوا الآن يجل واحد أخبر يجل بزاف الناس تعرفوها أو يمكن مساكن صافعي وهو أنه كان تقرير تدخون في المغرب تدخون في المغرب وصل 10% هذا رقم حكومي رقم حكومي رقم حكومي يعني يقدر أن يكون 12% يقدر أن يكون 15% الله أعلم لكن هذا تقرير حكومي أو رقم حكومي يقول بأن معدال تدخون في المغرب وصل 10% معدال المستهلك أو أسعار المستهلك أو أسعار المستهلك وصل إلى 116% وصل إلى 116% وتدخم المواد السلاكية أو المواد السلاكية وصل إلى 20.8% هذا يعني أن الأسعار ستبقى مرتفع إذا تدخم بقى هكا أرى الأسعار تبقى هكا وأنا قلت لكم في فيديو وشرحت لكم فيه أنه كان الحواج سنرى من دبع السنوات المقبلة في التقرير منتدى الاقتصادي الدولي للدارع لكل الدولة ومن بين الأمور سنرى في المغرب هو تدخم مستمر تتسمى بستيكي انفليشن يعني لاسق فيك لاسق هذا هو تتسمى بستيكي انفليشن يعني بيبقى معنا التدخم بيبقى معنا التدخم بيبقى معنا التدخم وقال بأن هذه السياسة التي تدرناها ستضر يعني الناس ضعفة أو الناس المتوسطة والداخل المحدود هذه أمريكا والناس اللي عشون في أمريكا تعرفون بأنهم كانوا غلاء لأن هذا غلاء فأي حاجة مئة دولار أو خمسين دولار أو مئتين دولار أو مئتين دولار فما بالو بالمغرب فالمغرب رفعه رسال الفائدة معدد الفائدة رفعه على ما اعتقدت تفل بها كنسبة في موش هذا الكلام رأي من ترفعه هذا معدد الفائدة رأي ترجى بعواقب على المستهلك إيه شكو تتضر منه تتضر منه بالنسبة الكبيرة الناس يتقبطون الكريدية نشد دنطمة بالكريدية أو بيشتطون بالكريدية أو شرد ضرب الكريدية أو شرد ضرب الكريدية وهذا هو مقر يعني الناس اللي تتعاملوا بالكريدية هما يعني الضرب الأكبر لكن حتى الناس العادية رفعت الضرب فخاص ناس يعرفوا محد المغرب غادي يعني فيقوا طيحة والتضخم وغادي يستمر فرفع سعر الفائدة ومعدد الفائدة فكون المتأكدين ها غادي يتكسر كون المتأكدين على الأسعار غادي يستمر هنا في المليكان نهار غايوقفوا رفع سعر الفائدة لأن هنا في المليكان باش يوقفوه رفع سعر الفائدة خصومة نصر واحد الهدف وهو أنه تدخم يصر جنف في مئة عندما يصبح إن استفع في المئة خصومة يصبح لتدخم جنف في المئة خصومة يصبح تدخم جنف في المئة ا壊 غير للصائر ستغيب على البيطرة وال Sanders ستجيب على أن يفقد hacer العادة الملكان القدرة الشرائية ستنهار يعني كثيرا على الإحواج هذا يحرك فلابد من م испытه بالمغرب الذي يحرك البايتborough من طو elections بالذ morgen أشعر الناس عن قرية فالناس يأتون فعلوا هذا ويضفوني كم غالبه يجب أن نفرحه صراحة لا هذا إنجاز كبير في الكورة المغربية لكن يجب أن نعرفه بأنه لعبه مع البرازل سوف نضعه في الفلس ما عرفه سبعمائة ألف دولار يعني تقريبهم سبعمائة ثمانيون خرجات هذي سبعمائة ثمانيون ما سوف يدخلها؟ ما سوف يردها؟ نحن تفرجنا في المارس نحن نعجبنا في المارس المغربية سبعمائة ثمانيون ما سوف يردك سبعمائة ثمانيون لكن نعرفه بأنه عندما يكون تضخم الدولار يجب أن تضع ترشيد النافقات يعني لا يبقى أن تصرف إذا كنت تصرف شيء حواج يعني ما تضع مهرجات تحيد مهرجات أي شخص تكون فيها خسارة يجب أن تضع نفقات الدولار يجب أن يكون فيها واحد ترشيد يعني منزانية القاصر منزانية كادة خص تغير ما سوف ينصرفه فنحن نصرفنا سبعمائة ثمانيون ثلاثة قال على مقابلة لعبهم مع البرازين يعني ربحنا لكن عندما تخرج من التيران وتترجع الحياة العادية تتقارسك أنك قدامك مغلاء هادية 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 كونوا متأكدين هاد الأمر مليون في المئة ما يجيش واحد يقوليه المغرب نخفضوا الأسعار يعني نخفضوا الأسعار لا يمكنش لأن التضخم من 10% في الدولة كان مغرب ومعداد فائدة مرتاح إلى 3% وما يجب أن الأسعار ستستمر في رفع فائدة فكل متأكد أن الأسعار ستبقهاك فهذا يجب أن نوضح لكم أنه كان على الدولة أنها تدير شيء حواج لتعاون فيها المواطن على الأقل على الأقل في رمضان نحن نام مليون مرة قبل رمضان على الأقل تدير الدولة في هذا رمضان وتحمي الأسعار في هذا رمضان وذلك الساعة يحلها الله لكن معك من الأسف الدولة تقول لك بأنها فشلات في التدابير لمحاربة المضاربين وبغاية الناس هم اللي يخبروها بالمضاربين في حين أنها تقول لك القبض على خلية إيرابية والمضاربين لم يجب أن يقبطوا لهم على الواقع الأسعار معك من الأسف لم يجب أن أخبار سيئة وكذا واقع قلتوا أو ما قلتوا أو أنت عايش فيه قلتوا أو ما قلتوا أنا أو أنت عايش فيه فقلتوا أو أخبار سيئة الله يجب الاسسرم عند الله وصافي على الشيء الذي نقول لك